السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير النهاردة يا جماعة بنتكلم على موضوع البيض احنا عندنا لو احنا مثلا عندنا بيض غير مخصب يعني ازاي ان انا استفيد بالبيض غير المخصب او البيض اللي هو فاسد الوقتي انا كشفت على البيض واكتشفت ان البيض يعني فاضي ما فيش فيه تخصيب وليس فيه جنين فانا طبعا ما يعني ما ينفعش ان انا ارم البيض لان البيض دوات انا بحتاجه يعني لو انت ما عندكش البيض دوات وهتعمل الطريقة اللي انا هعملها الوقتي يعني من الافضل ان انت تشتري البيض اللي هو البيض البلاستيك ليه بقى؟ لان يعني البيض دوات لو انت العصفير او البابغوات عندك ما بتبطش فانت لو حطيت بيضة فيه البيضة فبيحصل ايه؟ بيحصل ان الطيور بتتشجع وبتشعر ان هذا المكان يعني مكان امن بدليل ان فيه بيضة يعني ممكن يكون فيه طيور قبل كده كانت في المكان دي دوات وباضت في المكان فده بيحفز الطيور على ان هي تبيض بسرعة لو انت حطيت بيضة من البيض اللي هو الفاضدة هوت اللي احنا هنملاه الوقتي طبعا احنا بنحاول ان احنا الوقتي يعني نحاول نثقب او نخرم البيضة عشان ننزل المية اللي في داخلها لانها بيضة غير مخصبة وهنملا البيضة دي بالاسمنت او بالجبس يعني انا بقول الاسمنت يعني ايه اه بتأخر شوية على ما بينشف اه بخلاف طبعا الجبس اللي بينشف بسرعة لان انا طبعا معايا وقت يعني باخد وقت على مثقب واقدر اخرم اه البيضة وافتحها فتحها بسيطة جدا اه وده عن طريق ان انا اجيب ابرة اه او اجيب يعني دبوس اه بسيط خالص وحاول انني اه يعني اثقب البيضة زي ما احنا شايفين كده ثقب بسيط وبعد كده احط الحقنة في داخل البيضة عشان اسحب اه المياه اللي في داخل البيضة اه اه بحاول ان انا اسحب المياه والاشياء اللي موجودة في داخل البيضة اللي هي البيضة اللي ايه اه الفرغة اه وبحط ايه بحط الصفار البيضة ده هوت فيه ايه طبق عشان بعد كده هبدأ املى البيضة اه بالجبس او املاها بالاسمنت الابيض بحيث ان البيضة تكون متماسكة جدا وقوية جدا والموضوع ده كمان هيفيدني كمان في حالة ما اذا كانت الباب غوات او العصافير اللي عندي بتاكل البيضة يعني احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في بعض الطيور لما بتبيض بتقوم جاية على البيضة وتقوم وكلاها فاحنا لو حطينا البيضة ديت اللي هي البيضة البلاستيك او البيضة اللي احنا عملناها ملناها بالاسمنت او بالجبس طبعا بيضة قوية جدا فاذا جاءت الطيور عشان تثقبها او تكسرها لن تستطيع فهتبدأ الطيور تتعود على ان هي ما تعملش العملة دي بعد كده خالص طبعا فوائد البيض اللي هو البلاستيك او الفكرة اللي انا بقول لكم عليها ديت يعني فكرة ممتازة جدا لانها هتنفعنا في اشياء كترة جدا يعني ايه مثلا الوقتي انا بحاول الوقت هو تقامل البيضة بالاسمنت خلي بالك معايا جدا مكمل الفيديو للنهاية واصبر شوي يعني الفكرة دي فكرة ممتازة جدا في ايه بقى لو انا مثلا عايز البيض كله يفقس مرة واحدة فبالتالي لازما كل ما العصفورة او البابغاء او الانثة تبيض البيضة فانا باخد البيضة بجمع البيض اللي الانثة بضيته وبحط بيضة مكانه بيضة من البلاستيك او بيضة من الجبس او من الاسمنت اللي انا ايه اللي انا اعملته اللي انا صنعتها لاني لو سحبت البيض كله من تحت الانثة فالانثة ممكن تفقد الثقة وبعد كده تتوقف عن البيض فانا طبعا بديلها مصدر ثقة ومصدر امان انني احط لها البيضة اللي هي البيضة الفاسدة دي اللي هي البيضة من الجبس او من الاسمنت او انني اشتري بيضة من البلاستيك طبعا البيض البلاستيك ممكن نلاحظ انه هو مش يعني فيه ناس بتسأل ازاي انا احصل على البيض اللي هو البلاستيك ده طبعا صعب ان انت تحصل عليه مش يعني مش متوفر يعني يعني غالبا ما تلاقهوش متوفر بك يعني في الاسواق او في المحلات يعني لو سألت عليه مش هتلاقيه فانت بقى الحل الوحيد ان انت لو عندك بيض غير مخصب فانت مترميش البيض دوت وعشان ان احنا نحفظ عليه ان احنا نملاه بالجبس او نملاه بالاسمنت فزي ما احنا شايفين كده انا هجيب البيض بقى كده وبعد كده هعمل ايه طبعا هثقه بكل البيض وبعد كده هطلع منه الصفار والمية اللي في داخله وهملاه بالاسمنت الابيض بواسطة الحقنة وبعد كده هبدأ بعد كده لما اسيب طبعا البيض دهوت يعني المدة مثلا 3-4 تيام اسيبه في الشمس او اسيبه في اي مكان يعني المهم من ايه ان هو ينشف طبعا ياخد وقته يعني براحته خالص ياخد اسبوعه اسبوعين المهم ان هو ايه ان هو يجف وينشف تماما ويبقى قوي جدا ومتماسك وبعد كده هبدأ اا اعمل ايه بعد كده بقى هبدأ اا ادخل اللي طبعا في عندي طبعا في بعض الطيور مش عايزة تبيض اا فانا هبدأ احط في البيضة اا في داخل البيضة يعني هحط لهم بيضة واحدة بيضة واحدة البيضة دي هتعمل لهم ايه هتشعرهم اا بيعني الامان ويعني هتشجعهم وهتحفزهم اا طبعا احنا عندنا يعني ايه لما احنا بنشوف مثلا ذكر اا بيعني بيسمع مثلا اصوات التزاوج فطبعا الذكر بيتشجع على اا العملية الجنسية وعلى اللقاح كذلك ايضا الانثة لما بتشوف البيض ده طبعا بيحفزها على ان هي تضع البيض بسرعة وتشعر بالامان طبعا يفضل ان انت تستخدم الاسمنت اا الاسمنت الاسمنت الاسمر او الاسمنت الابيض وبلاش الجبس لان هو بينشب بسرعة جدا فانت طبعا اا او ان انت بقى يعني عشان تستخدم الجبس لازم ان انت تكون يعني بدأت ثقبت اا او خرمت البيضة كويس اا ونزلت الميا من منها وعلى طول بسرعة تكون مجاهز الجبس وتقوم حطط الجبس في داخل البيضة بواسطة الحقنة اا ما تفتحش فتحة كبيرة او في البيضة اا واستخدم الابرة او الدبوس اا بطريقة دائرية اا وانت بتفتح البيضة عشان مت اا يعني تخربش البيضة ومت يعني متبوصش البيضة اا احنا عايزين نملأ البيضة كويس جدا احنا كده ثقبنا ايه اا الثقبه هوت قدامنا اا يارب يكون واضح قدامكم في الصورة وبنحاول ان احنا ايه اا نطلع الماء اللي منه وبعد كده بنملاه وبالشكل ده بيكون معنا بيضة صالحة للاستردام مدى الحياة اا الجبس او الاسمنت هيحفظ عليها مدى الحياة اا طبعا ده مهم جدا لو انت عايز البيض كله يفقس مرة واحدة لو انت عايز يعني لو انت بتعالج مشكلة ان العصافير مش عايزة البيض فانت بتشجعهم وبتحفزهم على البيض اا لو انت عندك مشكلة ان العصافير بتاكل البيضة يعني مشكلة بلو ده ممكن يكون نقص من الكالسب فانت برضك كذلك ايضا بتحل المشكلة دي ان انت تحط بيضة قوية جدا بحيث ان العصافير ما تقدرش تكسرها فتبدأ العصافير تسكت وما تعملش السلوك الخطأ ده اا يارب تكونوا استفدتوا معايا في الفيديو ده النهاردة اا اتمنى يعني تكونوا استفدتوا ما تنسوش يعني تعملون اعجاب واشتراك حتى يعني نستمر بنشر المزيد ان شاء الله تعالى اا وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة